إذن بهذا الفيديو خلينا نبدي نعالج مشكلة إحنا طبعا هذه المشكلة اللي من كتبنا الوظيفة بهذه الصيغة هي محلولة عندنا لكن إحنا خلينا نبدي نوضحها مستقبلا وشنو اللي إحنا عملناه حتى بدين تفاديني هذه المشكلة لاحظ الوظيفة الآتية تبدو تعملك implement للصفحة وتحذف الصفحات السابقة وتحذف الكائنات أو controls السابقة من خلال clear أو عملية ليست تحذف عملية clear عملية تصفية لكن إحنا لازم نفرق ما بين الكائنات اللي هي reused تعيد عملية استخدام يعني إيش معناها الكلام يعني مثلا الآن أنا قمت بتعريف هذا الكائن اللي هو مين؟ هذا الكائن في كل عملية new instance من عنده في كل عملية new instance من عنده رح يبدو يعمل لك أعادة كتابة عدي يعني ما يبدو يعمل كائن جديد لماذا؟ لأنه الكائن موجود فمجرد أنه هو يبدو يعمل الانستنس هذا السنساخ هذا ما يبدو يعمل كائن جديد من عنده طيب؟ المشكلة اللي رح تبدي تواجهها ربما أنه هذه الوظيفة لو إحنا بدينا كتبناها داخل المين هنا داخل المين وما بدينا أنه عملنا new من هنا لاحظ تعمل new بشكل مباشر للكنترول اللي هي إيش تحتبر؟ تحتبر عندنا reused يعني قابلة معادلة الاستخدام باعتبارها أنه هي معادلة الاستخدام إذن رح يبدو يعيد استخدامها هي موجودة في الذاكرة طبعا وهي موجودة عندنا في الذاكرة لكن يمكن أن هذه المشكلة رح تبدي تواجهك لما تقوم في استدعاء كائن أو تعمل كائن جديد غير قابل لعادلة الاستخدام يعني تعمل instance من عنده وفي كل عملية instance رح يبدو يحفظه في الذاكرة وبالتالي فأنت تحتاج إلى تحرير الاستنساخ السابق من الذاكرة أي إحنا رح نبدو نعمل التالي داخل الوظيفة مالتنا حتى نبدو نحرر ربما أن تكون عندنا مشاكل مستقلا هذه وظيفة clear ما رح تبدو ندفعنا رح أبدأ أزيل الـ object أو الكائن وأقوم بعملية تحريره جيد إذن اللي رح أبدأ أعمله بكل بساطة رح أقوم بعمل variable رح أبدأ أحتبر الـ old page الصفحة السابقة باحتباره أنه هو داخلي خليكون عنده بهذا الشكل هذا رح يبدأ ياخد لك الكائن أو ياخد لك الـ user control اللي موجودة عندنا داخل الـ container إذا رح أبدأ أقوم بالـ panel container .controls أوكي .of type select على first or default على أول كائن موجود عندي باحتباره أنه بالفعل يكون أول كائن أوكي .first or default طبعا هذه الـ old page اللي هو الـ local variable طبعا هذا الـ old page ربما أنه يكون فارغ وربما أنه يكون يعني يحتوي على بيانات يحتوي يكون كائن فارغ ربما إذا لازم أنه أشيك عليه لازم أنه يقول if old if old page if not equal to null يعني إذا أوكي موجود طبعا إلى الـ يمتى يكون عندنا هو فارغ يكون عندنا فارغ لمن أول عملية run على البرنامج أول عملية تشغيلك للبرنامج رح يكون فارغ طبعا رح يبدي يستثني أو ما رح يبدي يمر خلال هذه العملية فعموم إذا كان هو أصلا null if not equal to null أوكي لم يكن فارغ إذا لازم أنه أقوم بعمل remove عليه إذا main .panel container .controls .remove على الـ object أي أوبجيكت اللي هو الـ old page بعد ما عملت علي remove الآن أنا ما أحتاجه لاحظ خطوات العمل الآن أنا استخدمت عملت علي remove لكن بعد ما عملت علي remove هل هو تم تحريره من الذاكرة؟ لا لم يتم تحريره من الذاكرة باعتبار أنه هذا ليس فارغ هذا لا يعتبر عندنا فارغ إنه الفارغ يختلف رح نبدأ نتكلم عنه الفارغ يختلف لما تغلق الفارغ dispose multi أو تحريره يبدي ينادى بشكل تلقائي فهنانا إحنا لازم أنه نعمل له dispose بشكل يدوي لازم ندخل بشكل يدوي إذا أنا أحب دي أقل له old page .dispose أوكي؟ طبعاً هنا أنت الآن ضمنت عملية dispose هذه وبعد ذلك تقوم بإضافة object multi بشكل احتياري إذن حتى نبدأ نوضح الوظيفة مالتنا باعتبار أن الوظيفة أصبحت عندنا بأكثر من إجراء طبعاً هنا تقول أوكي الوظيفة لازم نلتزم في معايير إنشاء الوظيفة هل هي تحتوي على أكثر من parameters غير متضامنة؟ أوكي تحتوي على parameter 1 هل تحتوي على أكثر من 10 line؟ لو تبدي تحسبها 1 2 3 4 5 6 7 8 لو تبدي تسأل نفسك هل هذه الوظيفة تقوم بوظائف متعددة؟ طبعاً الوظيفة بكل بساطة معنية في عمل implement للصفحة يعني مجرد إن هي وظيفة واحدة ذهن هنا لازم إنه أول شيء أقل هنا dispose old page لماذا وضعت التعليق؟ حتى أبدأ أبين إنه جزء الأول خاص في dispose old page أوكي أفوت old page الصفحة السابقة أما بالنسبة للجزء الثاني اللي هي عمل load على new page أوكي الصفحة الجديدة رح يبدي يضيفها إليك اللي هي user controls إحنا دا نتكلم عنه أوكي وطبعاً لو تبدي تعمل start أوكي فبكل بساطة رح يبدي يشتغل عندك ما في أي مشاكل لكن تذكر إنه الآن إحنا عملية تدخل مالتنا هي عملية تدخل بشكل يدوي حتى طبعاً هو يبدي يزداد في كل الأحوال ويوصل إلى فد نقطة معينة في استهلاك الرام ويبدي يتوقف عندك باحتوارك أنه إنت تضغط أوكي تضغط بشكل مستمر بهاي العملية أوكي طبعاً رح نبدأ نتكلم عن dispose في فيديوهات مستقبلية إلى أنه نوصل إلى بعض المشاكل اللي نحتاج فيها إلى تحرير الذاكرة ترجمة نانسي قنقر